صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة أوامر ملكية لسنة 2017 نص الأمر الملكي الأول رقم خمسة على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 52 لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة النص الأتي ينشأ مركز متخصص مستقل يسمى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ويرفع تقاريره الدورية إلى وزارة الخارجية وجاء في الأمر الملكي الثاني رقم 6 المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله الخليفة وعضوية كل من الدكتور أحمد هاشم اليوشع الدكتور وهيب عيسى النصر السفير توفيق أحمد المنصور الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين الجواهري الدكتور خليفة علي الفاضل وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات فيما نص الأمر الملكي الثالث رقم 7 على تعيين ممثل مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة الأولى يعين أعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم كل من الدكتور الشيخة مريم بن حسن الخليفة الدكتور فيصل يعقوب الحمر الدكتور عبدالله يوسف طالب الدكتور جميلة منصور السماك السيد علي أحمد لدرازي وتكون مدة عضويتهم في الحيئة ثلاث سنوات